اكد سعدة الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين في تصريح خاص لمركز الأخبار اكد ان استضافة مملكة البحرين لأعمال القمة العربية الثالثة والثلاثين في السادس عشر من شهر مايو الجاري قمة البحرين تشكل اهمية كبرى وحدثا سياسيا بارزا وكدا سعدته ان ما تقوم به الدبلوماسية البحرينية بقيادة جلالة الملك المعظم من جهود حثيثة اسهمت في توطين وتعزيز العلاقات العربية العربية وتوسعة افاقها ان القمة العربية التي ستنعقد في مملكة البحرين بلد السلام في شهر مايو الجاري تأتي في وقت مهم وانعقادها مستحق لتعزيز العمل العربي في مواجهة التحديات الراهنة بما يخدم مصلحة الامة العربية ومن خلال حقيقة استضافة مملكة البحرين للقمة العربية تؤكد التزام المملكة بدعم مسيرة العمل العربي المشترك وتعزيز التضامن العربي كذلك تغوية الدبلوماسية العربية لخدمة مصالح الدول العربية وشعوبها اضافة ان التعاون والترابط بين الدول العربية خيارا استراتيجيا اولا الامن والاستغرار وثانيا السلامة والتنمية للشعوب العربية ولا شك ان قمة المنامة العربية سوف تعزز التعاون والتكاتف لدعم القدرات العربية في مواجهة التحديات الاغليمية والدولية الراهنة سواء كانت على المستوى السياسي او الاقتصادي او الامني كذلك النقمة العربية في مملكة البحرين ستكون فرصة سانحة للدول العربية للتشاور ومناقشة الغضايا المهمة وفي مقدمتها الغضية الفلسطينية والامن الاقليمي والاستغرار في محيطنا العربي والامور الاقتصادية والتنمية المستدامة واتخاذ القرارات اللازمة للحفاظ على تغوية الروابط وكيان الامة العربية ومستقبل شعوبها كما لا يفوتني بهذا الصدد الإشادة بالتنظيم مملكة البحرين البارز من حيث خلق الاجواء العربية والعداد المتميز لكافة الترتيبات للخروج بقمة عربية تعكس وحدتنا وأصالة وتاريخ وجغرافية أمتنا العربية في ظل التوجيهات الكريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى حفظه الله ورعاه وكل نثقة حقيقة أن رئاسة مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم في اتخاذ الإجراءات والخطوات أكثر فعالية وإنجاز في التنسيق والتعاون العربي وبذل قصارة جهدها لإنجاح القمة العربية والخروج بقرارات وتوصيات تصون الأمة العربية وتخدم مصالحها المشتركة شكرا